ماذا لكم في النوت هتفعلين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهاردة هتكلم معاكو عن احسن انواع حمامات الكريم اللي انا جربتها فلو مهتمين بموضوع كمير الفيديو في الاشه النهاردة هنتكلم مع بعض عن احسن وافضل انواع حمامات الكريم اللي جربتها اللي بجد بتضي ترتيب ونعومة وتفرق جدا 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 في ملمس الشعري ونعومته وكمان ترتيب الشعر اليوم سنتحدث عن انواع حمامات الكريم اللي انا جربتها وكانت بجد طوح فانا جربت انواع كثيرة جدا الحلوة بس اللي هكلمكم عنه اليوم اول حاجة انا جربتها اليوم وهي هجبها لكم من الاقل سعر الاعلى سعر اول حاجة جربتها من حمامات الكريم وكانت حلوة جدا جدا معي وسعرها كان سعر بسيط جدا جدا يا بنات وهو حمام كريم بوناويل حلوة جدا يا بنات الحمام الكريم دوت في منه احجام ده الحجم الوسط في منه الكيس الصغير بستة جنيه او خمسة جنيه وفي منه الحجم دوت الوسط بخمستاشر او طلاتاشر او ستتاشر او ستتاشر على حسب ما هجبين منين وكمان في منه الحجم الكبير ببرطمان بيبقى بسبع عشرين او خمسة وعشرين فيه منه كمين يا بنات رحتين فيه بجنين القمح وفيه بالمشمش انا جربت الاثنين دوت بالمشمش 75 ميلي جروم حلوه قوي 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 يا بنات حلوه جدا بيرطب الشعر بيخلي رحته حلوه وهو رحته حلوه قوي قوي رحت مشمش كده تحس ان انت عايزة تحبه لبن ودوبيه في كوباية وتشربه اصلا عصير مشمش بس فحلوه قوي بيرطب الشعر جدا بيسيبه ملمسه ونظيف وحلوه وكمان رحته انت مش محتاجه بعديه اي نوع من معطرات الشعر فحمام الكريم دوت حلوه قوي يا بنات اللي عايز يجيبه وانصحه بجد بجد وبشده ان هو يجيبه من احسن حمامات الكريم وارخصهم سعرا خلاص ده اول حمام كريم انا جربته وعجبني جدا وهو كمان يا بنات فيه مجموعة زيوت ومجموعة حاجات بترتب الشعر جدا ومعروف قوي 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 كانوا زمان يجيبه لنا المشمش يقوله لنا نفصصه كده ونضربه في الخلاط ودلق على الشعر كأنه ماسك يعني للشعر فيعني اتحطت لنا في حمام كريم تحفة زي كده حلوه قوي قوي يا بنات وسعره زي ما انا قلتلكو حاجه صغيره خالص ده كان اول حمام كريم انا جربته وعجبني تاني حمام كريم جربته وعجبني حمام كريم يا بنات لوفيا سورته هتبقى هنا دلوقتي قدامكم على الشاشة حلو جدا بيرطب الشعر حلو سمكه تقيل هو بشي بوتر حلوه قوي قوي يا بنات سعره من 15 ل 20 جنيه برضو على حسب المكان مفيش مكان بيبيع الحاجه او المنتج بسعر واحد فكل مكان حسب سعره مش قصتنا بس حمام الكريم دوت حلوه قوي بيجي في كياس كده ممكن تجيبي العلبة بس الاوفر انسي تجيبي الكيس دي بقى حاجة افضل وارخص تمام كمان للبنات البودجت بتاعها او الميزانية بتاعتها مش مش عالية او مش هتعرف تجيب بيه كذا حاجة حمام الكريم ده حلو بلشية بوتر وفيتامين اي وحلو قوي 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 انا عملتلكه قبل كده رفيوها عم مجموعة لوفيا كلها سيبها لكو تحت في الدسكريبشن بوكس للي عايز يشوفها تمام بيرطب الشعر بيخليه كده منادي بمظهر صحي كده بشكل حلو قوي قوي بيخليه حلو خلاص الحمام الكريم لوفيا وحمام كريم بوناويل لجميع انواع الشعر تمام لاي نوع شعر انت ممكن تستخدميهم ثالث نوع معي يا بنات وهو ده انا جربته وللشعر للشعر الناشف للشعر الخشن او مش الخشن الشعر الناشف قوي خلاص وهو انكتو دوت الحمام الكريم دوت او الهير ماس كده بصوا مش قادرة اوصف لكو هو عامل ازاي او بقى عامل ازاي في حياتي يعني حاجة كده تحفة رحته تحفة بجوز الهند بنات انجليز الصنع مش مصري خالص مش هتلاقيه في اي حتة يعني لو هتدوري هتدوخي علشان تلاقيه هو مش موجود في اي حتة ممكن تلاقيه بقى في جروبات اونلاين او المحلات اللي بتبيع الحاجات السكين كير العالية قوي فاهميني حلوة قوي بنات هو بالجوز الهند لما انا مقلت تلكو مسكل للشعر حجمه 150 ميلي سعره انا كنت جايباء من محل جملة ب70 جنيه اهوت خلاص محل جملة انا شفته على مواقع بمية وخمسين فاللي هو نخص السعر يعتبر بالزبط ليه انت حاول تدوري عليه في مكان بيبيع المنتجات دي دي صورته لو حابة تاخديها سكرينشوت اهيت تمام حلوة قوي قوي يعني البنت اللي شعراها ناشف وتروفه مقصرة ايه مقصرة دي؟ وتروفه مقصفة تستخدمه بصوا ملياتة السنين يعني هتحسي بنعومة وطراوة في شعرك يعني دا كوم واي انه حمام كريم تاني في كوم تاني فحمام الكريم دا هوت حلوة قوي يا بنات قوي اللي عايزة تجربيه على ضمانتي واول لما تجربيه ويعجبك لازم تبعتيلي وتقوليلي ان انت جربتيه وعجبك لانه هو حلو جد بيطر الشعر وبيخليه كده من مسه حله دول احسن تلت انواع مقصرة انواع حمامات كريم انه كombو انا جربت من فاتيكا كجربت من كازا امركا تانية وكازا نوع تاني ماعجبنيش غير التلت انواع نجدا جد من تلت انواع وهقومي كمان مقصرة ذuk schöne HII مقصرة هذه معهم طبعا بتاع لوفيا حلوين جداً يا بنات وعن تجربة أنا مش بقول لكم أي حاجة كده وخلاص أنا بقول لكم الحاجات اللي أنا فعلاً جربتها وخلاصوا التجرب كتير من حمامات الكريم خلاص بس يا بنات فإذا كان فيديو النهاردة يارب بيكون الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب على السريع وحبكم جداً وشوفكم فيديو تاني باي باي